شاركت شيخامي بنت محمد الخليفة مدير دارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدولي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الإغمونت في المؤتمر الإقليمي تعزيز أليات التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص الذي نضمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية الشقيقة بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى الجمع بين الشركاء الرئيسيين من الجهات الوطنية في منطقة شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والتحديات والنجاحات في إجراء تحقيقات المالية في حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى طرح العديد من الأسئلة وتشكيل الرأي والأفكار والتوصيات التي ستساعد في دعم العمل حوال الموضوع في المستقبل ترجمة نانسي قنقر